ينضم إلي عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة لأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ إسحاق أحمد فضل الله أستاذ إسحاق بداية مساء الخير مرحب بك أهلا بك أستاذ إسحاق بداية يعني كيف تقرؤون هذا التدافع وهذه الحشود الكبيرة من المحتجين الذين يتوافدون إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة والله يا أخي إن شاء الله سوف يكون واضح تفضل تفضل أسمعك أستاذ إسحاق تفضل صدع عندي واضح؟ نعم واضح أسمعك أستاذ تفضل طيب أنا بحاول أربط الأمور ببعضها وما بحاول حاج إلا بأسبابها بشواهد العامة تفضل المسألة ببساطة كده كان مفروض حسب المخطط الخارجي الخارجي أنه يكون في اعتصام وزي اعتصام أنتم عارفينه والجيش يتعامل معه بعنف ويضحنه والعالم يتهم الحكومة السودان بأنها تقتل شعبها ويدخل ده جزء من المخطط الماشي لتدمير السودان نخشم الباب واحد المخطط للتدمير السودان كنت أولدها ده هول لكن أولدها برساطة السودان اللي وجع المادة الشتيعي بيدخل السعودية من اليمن وبدخل الخليج من السعودية وبدخل قطر لأنه المادة الشتيعي الآن في إيران في العراق في شرق السعودية في البحرين في اليمن الوقف الحكاية دي الموقف السوداني لشان كده حكومة السودان ودولة السودان لازم تقع واحد فاثنين ثلاثة المظاهرين عندهم مطالب طيب لكن قل لي المطالب دي البديبة أو المثال المثال التفاضية البحلة تضغط بس تضغط بس يخي فقطت فقطت النتيجة أنه حسب المخطط العرف وانا الخارجي يعني وبعض هكتبه في اليمن جادي شيء الله مخطط بحيث أنه السودان عشرين جيهة فيه كل جيهة تشكيل السلاح فالكلامة الكبار الكبار دا أنا يعني أرجو أنه صدقوه ما صدقوه الله يا أخي قد أعذرت ما أعذرت إلى ربكم